اهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أنتم أونلاين الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة ورسم كاريكاتوري يوسيء للمرجعية في العراق جدل حول تحويل آيا سوفيا إلى مسجد في تركيا وفي الرابع من تموز يوليو الأمريكيون يغردون أمريكا ليست وحدها المهمة وفي الحلقة أيضا ريال مدريد يدشن فريق كرة قدم للسيدات ونفوق مئات الفيالة في أسباب غامضة هذه المواضيع وغيرها نضيء على تفاعل الناشطين معها في هذه الحلقة التي يشاركني فيها الزميل نظر فارس نظر أهلا بك أهلا سارة إذن البداية مع كل ما تتعرض له فلسطين المحتلة إن كان من خطة الضم المؤجلة وما ترافق معها من اعتداءات إسرائيلية لم تتوقف على الفلسطينيين نعن سارة نتيجة الحديث عن ضم وخطة ضم التي تحدث عنها الحكومة الإسرائيلية كثير من المسيرات ومظاهرات في الضفة الغربية في قطاع غزة في القدس المحتلة الاحتلال قابل هذه المسيرات باعتداءات وحشية حتى هناك اقتحامات للمستوطنين منذ قليل مراسل الميادين في القدس المحتلة يعني أبلغ عن قيام المستوطنين بإحراق أشجار سيدوء الزيتون تابع الفلسطينيين نحن نتحدث عن إصابة 23 فلسطينيين في بلدة أبوديس اقتحام قرية بجينين وحتى إطلاق رصاص من قبل الاحتلال على مسيرة في قرية عصيرة شمال نابلوس يعني المواقع الفلسطينية تفعلت مع هذا الأمر هنا نذكر مثلا شبكة قدس الإخبارية نشرت هذه الصور وقالت إصابات بالاختناق خلال مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة قفين شمال طول كرم صباح اليوم وهنا أيضا هذا الحساب قال أصيب صباح اليوم عدد من المواطنين بحالات اقتناق بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة قفين وفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت منزل الأسير الشيخ مجد عطية عجولي وحطمت محتوياته بدعوة تفتيش دون معرفة الأسباب صحيح نظريا هذه هي الصور التي كنت تتحدث عنها والتي تم نشرها عن حالات الاختناق وما يحدث وكيف يتعدى الاحتلال الإسرائي على الفلسطيني في المقابل الأممي غرد إضاءة قمة أحد الأبراج المشهورة في مدينة سانتياجو في تشيلي بالكوفية الفلسطينية تضامنا مع فلسطين ونشر هذه الصورة البعض غرد طبعا وقارن كيف أن هناك تضامن في تشيلي مع الفلسطينيين وهو ليس جديدا على أمريكا اللاتينية التضامن مع القضية الفلسطينية بالمقابل اعتبر بعض المغردين أن هناك من العرب من يخلون هذه القضية فيما تشيلي كما سبق وكنا تتضامن على طريقتها ننتقل إلى موضوع آخر وهو الرسم الكاريكاتوري المسيء للمرجعية في العراق وهذا ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط وكان هناك جدل حول الموضوع آخر صحيفة الشرق الأوسط نشرت بالأمس هذا الكاريكاتوري الذي اعتبره العراقي مسيء للمرجعية وخصوصا أنه يفهم منه أنه يتناول شخص آية الله للمرجع السيد سستاني وكان هناك حديث عنه يقوم بالفصل بين السيادة العراقية والعراق وكان هناك كثير من المواقف الرافضة كانت مواقف رسمية أو مواقف على سوشال ميديا صحيح عادت الصحيفة لتوضح وستقول لنا هذا التوضيح لكن لنقرأ بعض التغريدات الشيخ خالد الملة غرد الهجم الشرسة والمنظمة والمقصودة ضد علماء الدين لحجة جواهية مرفوضة واخرها الإشارة وتلميح إلى مقام الإمام السيد السستاني بكاريكاتور ساخر من جريدة الشرق الأوسط مراجع الدين محترمة ونرفض التجاوز عليها أيضا تغريدة أخرى هادي العامري ينتقد السعودية لتجاوزها الخطوط الحمراء وإهانة آية الله العظمى السيد علي السستاني ويدعو وزارة الخارجية والحكومة لاتخاذ موقف حازم ضد السعودية هذه هي ترجمة هذه التغريدة نظر نعم بالإضافة كان هناك كثير من المسؤولين سواء كانوا في السلطة أو في الحج الشعبي استنكروا سواء على السوشال ميديا أو ببيانات رسمية مهند العقابي وهو يعني مدير عام مديرية الإعلام في الحج الشعبي قال على صفحته على تويتر استغرب من استغراب البعض لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط ببساطة هذه هي السعودية التي شنت مع ثلاثين دولة عمليات لضرب العراق عام 1991 والتي ساهمت فرض الحصار الاقتصادي عام 1991 إلى 2003 ودعمت القاعدة والاقتتال الطائفي من 2003 إلى 2013 وأرسلت لنا داعش ودعمته بالمال والسلاح بعض المغاردين سريعا على السوشال ميديا كان هناك يعني عديد من الهاشتاغات سيد زيستاني بعض الهاشتاغات التي تناولت الشرق الأوسط والسعودية هنا عبد مثلا يقول لله الحمد والشكر لأن جميع السياسيين قد وقفوا موقفا مشرفا ضد الكاريكاتور الذي صور مرجعنا المفدى ولكن أرجو أن يقفوا مثل هذه الموقفة في تطبيق كلام المرجعية والوقوف في صف واحد ضد كل خطة التقسيم والتي تطوح بوحدة العراق وشعبه أيضا بعض المغاردين فاضل حافظي نشر هذه الصورة لسيد زيستاني وقال أن زيستاني هو شرف العراق وخيمته ماذا عن توضيح الشرق الأوسط؟ التوضيح يعني بعد الكثير من البيانات الرسمية المنددة صحيفة الشرق الأوسط قامت بحذف الرسم الكاريكاتوري وقالت أن الشرق الأوسط التي تلتزم الوقاعد المهنية في تعاملها مع الدول والأشخاص تؤكد أن الرسم لم يقصد الإشارة به إلى شخص سيد عاليستاني ووحام محل احترام وتقدير وقالت بالنهاية أنه تم حذف الرسم الكاريكاتوري منعا لأي التباس من هذا الجدل ننتقل إلى لبنان للأسف نضر منذ أمس ونحن نسمع بأكثر من خبر انتحار لأشخاص لم يتعدوا يهم لا يعتبروا كبارا في السن هم البعض في عمر الشباب أكثر التفاعل كان مع الشاب الذي اختار أن ينتحر في منطقة الحمرة المعروفة في بيروت وكتب رسالة تركك قائلا أنه ليس كافرا بل ألجوه وكافر استمرار هذا الموضوع اليوم قرر البعض أن يقوم بوضع ورود في هذا الشارع وفي المكان الذي انتحر فيه هذا الشاب وأيضا لا أعرف إذا كنا نشاهد صور الفيديو لكن لابد من أن نشير أن هناك خبر آخر عن انتحار مصدر مسؤول كتب انتحار رجل مسن في مدينة صور الحوش وقال جيرانه أن سبب الانتحار ربما بسبب حجز أمواله وديونه المتراكمة الآن نستطيع أن نشاهد صور الشاب الذي قلنا أنه انتحر أمس في منطقة الحمرة ونستطيع بعد قليل أن نشاهد كيف ارتأى الناس تحيته عبر ورود وضعوها في هذا الشارع ونحن نعلم أنه منذ يوم أمس كان هناك تظاهر حول هذا الموضوع ربما رغم أنه لم يكن الوحيدا لكن رسالته التي تركها وفي هذا الشارع تحديدا أثرت كثيرا على الناشطين وعلى المتظاهرين وهم اعتبروا أنه من المعيب أن يضطر أحدهم للانتحار بسبب الجوع وهذه هي الورود التي وضعت نظر بالأسف الوضع الاقتصادي الضاغط على المواطنين صار كبير جدا حتى يفيد عن انتحار في صور قبل أن ندخل إلى استوديو أبلغني أحدهم أنه أيضا هناك حالة انتحار أخرى في منطقة أخرى من لبنان نتمنى أن لا يكون الخبر صحيحا ولكن هذا الوضع مؤسف وصل له بسبب الحالة الاقتصادية المتردية ننتقل إلى موضوع آخر في السعودية يعني على المقلب الآخر نتحدث عن مشاكل اقتصادية وجوع في دول كثيرة حول العالم منها لبنان ولكن في السعودية يمرم الاهتمامات عند بعض المغردين في مكان آخر صورة أثارت السوشال ميديا في السعودية منذ أمس وقبل أمس حيث نشرت صورة لولي العهد محمد بن سلمان وهو في خلال أحد اجتماعات مجلس وزراء المشكلة أنه لم يكن الاهتمام لا بالمقرارات مجلس وزراء وما تم طرحه ولكن كان الاهتمام بصورة العطر الموجودة على شمال محمد بن سلمان ولي العهد وأصبح اسم العطر وتداوله ترندم في السعودية وكان هاشتاق عطر محمد بن سلمان وعطر ولي العهد وتستسابق الكثيرين لطلبه عبر الانترنت وشرائه هنا مثلا نأخذ بعض المغردين سعيد الأحمر يقال سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باجتماع مجلس وزراء كثر السؤال عن العطر فأوضح أن هذا العطر هو من مركة محددة ويبلغ سعره 215 يورو أيضا مثلا هذا الحساب وضع صورة العطر وقال أنه من اليوم ورايح صار عطري المفضل تغريدة أخرى من سلطان الزادي قال بسبب هذا العطر كان ولي العهد حفظه الله يرسل مسج للشباب يقول فيه ليس بالضرورة تكون الأشياء الغالية في ثمانية هي الأفضل ولا يجب أن ترهق ميزانياتك في شراء أشياء باهضة السمن يسهل تعويضها بسعال أقل وطبعا نحن نتحدث أن محمد بن سلمان لديه أغلى أخ في العالم هو الذي اشترى لوحات بماليين دولارات وما إلى ذلك البعض استغل الموضوع تجاريا طبعا نظر وبدأ يروش في ليس فقط لعطره أحدهم كتب العطر واشتراه أغلبية أبناء السعودية ولكن هل عرفتم الساعة التي يرتديها أيضا هذا نوع من الترويج آخر علق وقارن كيف أن الدول العربية تعاني وآخر هم الشباب العربي هو عطر محمد بن سلمان وهناك تغريدة أخرى أعتقد الأكثر طلب خلال الفترة الماضية على عطر ولي العهد والفيتامينات اعتبر أن هذه هي ما سيطلبه الشباب في هذه الفترة بعد الضجر التي أخذها العطر نعم إلى تركيا سارة في تركيا جدل من نوع آخر وأصبح جدل عالمي الحكومة التركية قررت أن تحول متحف أيصوفيا الشهير في اسطنبول إلى مسجد أو تعيده إلى مكان عليه ربما قبل أن يقوم مصطفى كمال أتاتورك في بداية القرن الماضي بأن يحوله إلى متحف قرن السادس ربما هو كان نعم هو كان مسجد على زمن محمد الفاتح هو كان قديما كنيسة ثم تحمل إلى مسجد ثم حوله مصطفى أتاتورك إلى متحف وبقي متحف حتى الآن حتى محكمة تركية حكمت بأن يتم تحويله إلى مسجد نبدأ من رئيس تركي رجل طيب أردوغان الذي أدان الانتقادات العالمية كان هناك انتقادات من أمريكا ومن أوروبا لتحويله إلى متحف وقال أردوغان أن الاتهامات الموجهة ضد بلادنا بشأن آيا صوفيا تعني هجومها مباشرا على حقوقنا السيادية وقال سنواصل حماية حقوق المسلمين أصحاب العقيدة الغالبة في بلادنا وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى قبل ذلك وزير الخارجي الأمريكي بومبيو كان غراد بهذه التغريدة على تويتر قال أنه نحظ حكومة تركيا على الاستمرار في الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف كمثال على التزامها باحترام التقاليد الدينية المتنوعة والتاريخ التركي وضمان بقائها في متناول الجميع كان هناك جدل حتى عربيا بغض نظر عن جدل العالمي كان هناك أيضا جدل عربي حول الموضوع هذا الحساب كتب بالانجليزية تركيا هي الدولة الأكثر عنصرية في المنطقة وهذا واضح جدا في تكوين الدولة أيضا باتريارك الكنيسة الأرثودوكسية في إسطنبول يدعو لعدم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مشيرا لأن ذلك سيقلب ملايين المسيحيين ضد المسلمين والشيء الوحيد المطلوب هو الوحدة وشدد على أن مسؤولية التأكيد على هذا الصارح العالمي التذكري تقع على عاطق الشعب التركي مع الإشارة أن كان لآيا صوفيا أهمية كبيرة إن كان في العهد البيزنطي المسيحي وإن كان في العهد العثماني الإسلامي لذلك لها مما لها من هذه الأهمية ننتقل إلى موضوع آخر الآن نظر نعم لدينا فيديو من الميدين جو فيديو ملفت حالة نفوق حوالي 400 فيل في بوتسوانا وأسباب النفوق حتى الآن غير معروفة رقم كبير وربما ينتم الحديث عن وباء تسبب بهذا الأمر نتابع الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالفعل هي صور حزينة لهذه الفيالة في بوتسوانا إحدى المناطق أفريقيا الجنوبية ومع الأيام المقبلة ربما نعرف ماذا سبب نفوق هذه الفيالة الجزء الأول من هذه الحلقة انتهى ابقوا معنا سنعود بعد الفاصل أهلا بكم من جديد بدأ الحديث يعني يتم تداول الحديث عن أن صديقة ابن دونالد ترامب دونالد ترامب جونيور مصابة بكورونا وهذا ما تخوف الكثيرين من أن تكون يعني هذه العدوى انتقلت في البيت الأبيض وبالفعل تم إثبات أن التست الاختبار الذي أدرجي لها كان إيجابي وهي مصابة اسمها كيمبرلي غويلو فيل هي حبيبة دونالد ترامب جونيور وهي أيضا مسؤولة كبيرة في حملة دونالد ترامب للرئاسة هذا موقع سينان كتب عن الموضوع لكثير من التعليقات هذا مثلا جري قال فقط مسألة وقت قبل أن يحصل دونالد ترامب على الفيروس أيضا جيف كتب هذا يعني أن دونالد ترامب جونيور يجب أن يتم عزله أيضا بأنه صديقته ريل كي جي كتب جيد ربما هذا سيجعل ترامب يستيقظ ويستمع لما يقول الخبراء فيما أنتوني أعتبر أو أمل أن تتعافى بسرعة وأن لا يكون له نتائج طويلة المدى لابد من ذكر أنه كان هناك موقف أيضا لهيلاري كلينتون التي قالت وغردت وقالت أنه بالتأكيد كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل لإنقاذ الأرواح وتقديم نموذج لسلوك أفضل وأكثر مسؤولية لا أعتقد أنه كان يجب علينا بالضرورة أن يكون لدينا هجوم اقتصادي عميق على سبو العيش والوظائف كما فعلنا لذلك أعلم أنني كنت سأقوم بعمل أفضل حرفيا كان هي قالت بالفعل أنه أي شخص كان ليقوم بعمل أفضل وهي ليست المرة الأولى التي تنتقد طريقة تعامل ترامب مع هذه الأزمة وأزمة كورونا إلى كل هذه الفترة مع القرب من الانتخابات المنتظمة نعم كان هناك كثير من التفاعل مع كلام هيلاري كلينتون وخصصا بالتأييد هذا الحساب مثلا رد على الموضوع قال تحت قيادة هيلاري كلينتون لم يكن هذا اللي يحدث ونشر هذه الصورة وهي كلام للممثل رون بيرلمان يقول فيه الأمريكيون تحت حكم ترامب أصبحوا ممنوعين من الدخول إلى أوروبا لأنهم مرضى وهذا حدث في ثلاث سنوات قصيرة جدا أيضا هذا الحساب انتقد هيلاري كلينتون بقصوة واحد داعمي ترامب اسمه ريان قال لم تستطع هيلاري كلينتون حتى التعامل مع زوجها ويعتقد الناس أنها تستطيع التعامل مع فيروس كورونا إحدى المعلقات أيضا باربرا كتبت هل يمكنك تخيل لو كيف كان الرئيس هيلاري كلينتون أم الأغذات عاقل قوي ستتعامل مع هذا الوباء وقالت أنه كونها أم وجدة كانت ستهتم بشكل غريزي بالصحة العامة لشعب الولايات المتحدة الأمريكية وستنحي الاقتصاد يعني الاهتمام الأول بترامب ككل موضوع نظر انقسام بطبيعة الحال بالأراء لابد من ذكر أنه كان هناك موضوع لافت اليوم في أمريكا الرابع من تموز يوليو يحتفل فيه الأمريكيون عادة بعيد الاستقلال وبعد أن كان ترند الرابع من تموز ظهر ترند آخر نظر وهو أنه كل الدول مهمة وهذا ما غطى على الترند الأول وماذا يعني المغردون بهذا الموضوع أحدهم كتب قائلا رابع من تموز سعيد لكل بلد على هذا الكوكب لأننا لا نحتاج إلى التركيز على دولة واحدة فقط هذه كانت فايزة تد علق قائلا هل تتذكر حين كان من المفترض أن ينتهي هذا الوضع كله في عيد الفصح إذن عيد سعيد في الرابع من تموز يوليو وهذه طبعا تذكير حينما قال ترامب أنه معه خلال عيد الفصح سنكون انتهينا من أزمة كورونا ولم يحصل هذا الشيء طبعا أيضا ما دغرد في الرابع من تموز يوليو أود فقط تذكير الجميع بأن الدول جميعها مهمة بما معناه وليس فقط أمريكا صحيح أيضا تعليقات أخرى سريعة أميلي كتبت لماذا نحتفل بالولايات المتحدة في الرابع من يوليو دعونا نحتفل بجميع البلدان إنها أيضا مهمة أيضا هذا الحساب كتب تذكير لطيف أننا نحتفل اليوم بجميع البلدان لأنه لا توجد دولة تفوق دولة أخرى طبعا هذا الأمر أيضا يقود نسارة للحديث عن أمر آخر مرتبط بالعنصرية وإهتمام الأمريكيين المصب اليوم على محاربة العنصرية تويتر وبعض الشركات أيضا تقوم بمحاربة العنصرية على طريقتها مؤخرا تويتر أعلن أنه سوف يحضر استخدام كلمات بعض الكلمات المستخدمة في البرمجيات الخاصة به ليس يعني بعض فهم أنه ترامب سيقوم بحضر هذه الكلمات من التعليق ربما أو التغريد فيها على لا هو سيلغيها من البرمجيات يعني أين لا يستطيع أحدهم الكتابة بهذه الكلمات حتى لا لا هو يعني هي بعض الكلمات المستخدمة في البرمجيات الداخلية المؤلمة يعني مرتبطة بلغات كمبيوتر مثلا كلمة ماستر هي تدول على بعض البرمجيات المفضلة البرمجيات مثلا بلاك ليست هي الأمور التي لا يتم تعامل معها فسيقوم تويتر هو يعني أعلن هذا الأمر من خلال تغريدة على حساب خاص بالسابورت بالتويتر قال اتخذ موقع تويتر خطوة تهدف إلى حذر كلمات ماستر وسليف وبلاك ليست وقال تلعب اللغة دورا حاسمة في تعزيز بيئة ينتمي إليها الجميع نحن في تويتر لا نتعكس اللغة التي نستخدمها في الترميز قيامنا كشركة أو تمثل الأشخاص الذين نخدمهم نحن نريد تغيير ذلك وسنبدأ بمجموعة من الكلمات التي نريد الابتعاد عنها والاستخدام كما قال أنه لغة أكثر شمولا ووضع لائحة بهذه الكلمات كما نلاحظ وايت ليست بلاك ليست ماستر سليف ومجموعة أيضا من الكلمات هذا الأمر فتح نقاش واللافت صار أنه لم يكن هناك ردة فعل إيجابية على هذا الأمر نتحدث عن تويتر وأيضا شركات أخرى حتى تم التداول أنه بانك جي بي موركينج أيضا تحدث عن خطوة مماثلة هذا الحساب قال تورنتو قال ألا ترى أن الهدف من الكلام الجديد هو تضييق نطاق التفكير في النهاية سنجعل الجرائم الفكرية مستحيلة حرفيا لأنه لن تكون هناك كلمات للتعبير عنها يعني هو يقصد ربما أن الكلمات في حال لم تعد هذه الكلمات موجودة فلن يكون هناك جرائم تحت هذه المسميات صحيح نظر بالفعل كان هناك ردة فعل حادة جدا ضد هذا القرار هل غردت لا يمكنك تغيير اللغة الإنجليزية فقط لأنك أردت ذلك زام قال ساخرا شكرا تويتر لفعلكم شيء لم يطلبه أحد ولا يفعل شيئا على الإطلاق الضمائر غير المرتبطة بالجنسية خصيصا لعدد قليل جدا من الأشخاص ويجب أن يتم استخدامها غالبا للإشارة إلى هؤلاء الأشخاص المحددين لا حاجة لتغيير الصياغة للجميع أيضا كان هناك تغريدة تتحدث وتقصد أنه هي لا تثق بهذه المجموعة الصغيرة أعتقد أن هذه التغريدة طارت في مكان ما نظر نتحدث أيضا ننتقل إلى إنستجرام سريعا هناك لدينا على حساب الميادين على الإنستجرام هذا البوست الذي يتحدث عن اللعب الإلكترونية وزيادة الأرقام كثيرا في الألعاب الإلكترونية خلال فترة الحجر أدعو الجميع للإطلاع عليها ومعرفة هذه الأرقام وهذه النسب ننتقل إلى موضوع رياضي قد يهم الجميع وهو خبر يتعلق بمسي الذي بدأت التساؤلات حول هل سيغادر برشلونة في عام 2021 و21 ولن نترك لن نجيب على هذا السؤال ندعوكم لقراءة هذا المقال في الميادين نت وتستطيعون متابعة كل التفاصيل لننتقل إلى أو هناك كان بعض التعليقات على هذا الموضوع صحيح نقرأ بعض منها نظر أحدهم غرّد قائلة أو هو برنامج اللاجيرو الذي يبث على قناة كادينا سير قال تحدث زيدان عن شائعات رحيل مسي عن برشلونة تغريدة زيدان لا أعرف ماذا سيحدث لكننا نأمل أن لا يكون لأنه في الدوري ونريد الأفضل في الدوري بس طارت الدعوة على الفاضة لأنه بيّن أنه هناك ليس الموضوع موثوق صحيح يعني هو برنامج الإسباني هو الذي تحدث عن كوى كشف المعلومة ولحقا كان هناك تفاعل بعض المشجعين لفرق أخرى سارة يعني بدأوا يغرون ميسي بأن ينتقل إليهم هذا مثلا المشجع لمانشستر سيتي الإنجليزي كتب أنه ميسي مغادر ومضطر لمغادرة بلشارونة ويدعوه لأن ينضم إلى مانشستر سيتي أيضا فقط اسمح لي أن أقرأ هذه التغريدة أحدهم سأل سؤال بالفعل كثيرون يتمنوا أن يسمعوا الإجابة إذا كنت ليون المسي واضطررت لمغادرة بلشارونة لمن تختار اللعب من أجل هو سؤال ليس من السهل يعني الإجابة عنه غريم بلشارونة ريال مدريد يعني يبدأ مرحلة جديدة في عالم كرة القدم يشترى نادي للسيدات وبدأ بإستثمار بهذا الأمر زملاءنا في الميادينغو عملوا هذا الفيديو ولنتابعوا سويا موسيقى نظر سؤالين هنا مش واحد أول شي أنت من تشجع ريال مدريد أو برشلونة لا تخسر نص جمهورك الآن يعني ريال مدريد أريال مدريد طبيعة الحال أنا مع برشلونة وما رأيك في خطوة أن تكون السيدات لهنا هذا الدور في فريق راقب في السنوات الأخيرة سارة كان هناك كثير من الاهتمام بكرة قدم السيدات وخصوصا يعني بالعام ماضي كان كأس العالم يعني أنت تشجع هذه الخطوة هذا اعتراف جيد إذن نظر يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة صحيح سارة نتذكر بحسابات الميادين وموقعنا الإلكتروني بداية من موقع الميادين الإلكتروني باللغة العربية وأيضا موقعنا باللغة الإسبانية اسبانيول.لميادين.net أيضا صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام ولا بد دائما أن نذكر المشاهدين من أن يغردوا على هاشتاغ أنتم أونلاين للإضاءة على أي فكرة تريدون أن نتحدث عنها ونضيء على تغريداتكم معها نظر فارس زميلنا شكرا جزيلا لك الحلقة انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة